هذا السائل أبو سعد يقول لشيخ صالح بأنه حصل علي غبل في معرض السيارات وأنا قد ذهبت عصر ذلك اليوم لشراء سيارة فحصل علي غبل وغش فأرجو من الشيخ توجيه حول هذا لمن يبيعون السيارات مأجورين اللي يبيعون السيارات وغيرها يجب عليهم النصيحة الدين النصيحة وعدم الغش للزبائن وعدم الخديعة لهم والغبن لهم فيجب أن يبينوا ولا يكتموا وأن لا يظلموا الزبائن بالزيادة عليهم التي لا حقيقة لها هذا من الصدق في البيع والشراء وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يفترق فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فعليه من يتق الله في معاملاتهم ويرحموا إخوانهم ولا يظلموهم ويكون بيع المسلم للمسلم المبني على النصيحة وعلى عدم الغش هذا هو الواجب نعم